صلت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على مشروعات النقل المستدام في مصر والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للدولة لتوفير وسائل نقل الحضرية وصديقة للبيئة استعرض تقرير صادر عن المركز مشروعات قطاع الجر الكهربائي حيث تشمل مشروع القطار الكهربائي الخفيف L-RT السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر وعلى صعيد توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للسولار أشرت تقرير إلى مبادرة تحويل وأحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تم إطلاقها في يناير 2021 وتستهدف خلال ثلاث سنوات تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر